إذاعة دمشق تقدم من الحياة التوأمة اسمع يا كمال وقد تصاب التوائم بوجع الأسنان في آن واحد وتخلع أدراسها معاً أنا أسناني صحيحة وقوية انتظر سوف أشكو قريباً من ألم في أسناني كي ينتقل الألم إليك ليس هذا فقط يضيف المقال إذا أصاب الصلع أحد التوأمين أصيب به التوأم الآخر انظر 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 كم شعري كثيف وقوي لن أصاب بالصلع حتى ولو أصبت أنت يتحدث صاحب المقال عن حقائق علمية فالتوأمان أي توأمين لا يد لهما في أي تشابه يحدث بينهما ذاك أمر يعود للجينات أنا لا أؤمن بهذا أنا أختلف عنك كثيراً ولا شيء يجمع بيننا رغم أننا توأمان نحن في بداية عمرنا ولا ندري ما تتحفنا به الأيام المهم ولا تفكر في ذاك المنحة فأنا لن أكون سعيداً إذا ما وجدنا أننا متشابهان في السلوك وفي الأخلاق وفي الميول هذا كيسبب لي نوعاً من الجنون يا لك من جاحد أخوك التوأم الذي هو أنا مستعد أن يشاركك في كل شيء تصور أن أعشق فتاة وأهبها قلبي ثم ثم تكتشف أنني أعشقها أنا الآخر وقد سبقتك ووهبتها قلبي ثم يقوم الصراع بيننا وهي تراقبنا بسعادة وتنتظر أن يتغلب أحدنا على الآخر لن نصل إلى تلك المرحلة سيتنازل أحدنا للآخر بطيب خاطر من مننا سيتنازل؟ أنت بالطبع فأنا لن أتنازل وأنا لن أتنازل لا بأس تختار الفتاة واحداً منا فتوغر صدر الآخر لا 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 ما العمل إذن؟ العمل لتعشق من أعشق وهل العشق أمر إرادي؟ يمكن أن يكون إرادياً إذا ما تصد له من لا يريده وعانده ووقف في طريقه جيد عليك إذن أن تقف في طريقه متصدياً له متنازلاً عن المعشوقة لأخيك التوأم اسمع يا جمال أنا لن أتنازل أنا أحلم بأن أعشق أبحث عن من أعشقها فكيف تطلب مني أن أتنازل عنها بعد أن أجدها؟ كمال إلى أين؟ وصبت بالصداع دعني منك ومن فرضياتك هي ليست فرضيات صدقني أنا وصبت بالصداع أيضاً فلنفترق؟ حتى ولو افترقنا نحن التوأمان المشتركان في أحسيس واحدة ماذا تفعلاني أيها التوأمان المحظوظان؟ أهلاً بأختنا الكبيرة الأثيرة نوال لكن لما نحن محظوظان ها؟ يا لسؤالك السخيف يا كمال من البديهي أن تعلم أنكما محظوظان لأنكما أخواي ولأنني أختكما هيا الوالدة تدعونا إلى الطعام هيا كمال أجبها حسناً لغة جميلة الوالد يطالبني أن أرفع صوتي بالغناء كي تكون الاستجابة لتصفيق الوالدة استجابة جماعية عفوا أستاذ لما فرقت بيننا؟ نحن ندرس معاً ونتعاون معاً وكتبنا مشتركة ذاك تم بتوصية من الأستاذ المدير غريب لا أرى مبرراً لذلك بل هناك مبرر قوي أنت وأخوك دائما الحديث والحركة في الصف ووجودكما معاً يضيع على كل منكما فرصة الاختلاط والتعارف مع رفاقكما لكننا نعرف الجميع والجميع يعرفوننا لا بأس جمال عليك بالسكوت وقبول الأمر الواقع غير معقول إذا أنا سكت فإن أخي كمال لن يسكت أنا كفي لومبي لا عليك أنت لم أسكت قابلت المدير وأبديت احتجاجي قابلت المدير؟ نعم فالأستاذ الموجه لا يحل ولا يربط يا لك من داهية ما دمت أنا داهية فأنت يتوأمي داهية أيضاً لا أعتقد الجينات فشلت هنا أنا لا أجرؤ على مقابلة المدير مباشرة ماذا قال لك؟ قال إن الفكرة فكرته إذ من الأفضل أن يكون كل مننا في شعبة مختلفة عن شعبتي الثاني وتكلم عن علم النفس وعن المهم لم يتنازل ولم يقنعني لا بأس لا بأس ربما بعد فترة نعيد المحاولة وننجح في لم الشم لم الشم؟ تقصد شملي على شملك؟ هيا هيا جمال كمان كل إلى صفه لا 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 قلت كل إلى صفه وسيبقى الوضع هكذا وعليكما أن تقتنع به لما هذا الفصل بينكما؟ أنا لا أفهم أنا أفهم جيدا ما يقصده المدير وهو أمر إيجابي أمر إيجابي إذن؟ ما الإيجاب فيه آنسة نوال؟ الإيجاب فيه أن يعتمد كل منكما على نفسه وأن لا تتعاونان معا بحيث يفقد أحدكما فرصة الاستقلالية والفهم ما هذا يا نوال؟ أنا لا أزال غير فاهمة أمي حبيبتي عندما يكونان معا قد يفهم أحدهما دون الآخر بحيث يتعاونان معا فيبقى الجاهل جاهلا ما دام الفهم قد وصل إلى النتجة المرجوة ليت الوالدة هنا فربما يفهم عليك أمي حبيبتي لا تشغل بالك بأمور ثانوية لا قيمة لها نحن جمال وأنا في مدرسة واحدة وفي صف واحد وليدير أن يكون كل مننا في شعبة غير شعبة أخيه جيد ما دمتما لا ترياني سوءا في ذلك فلا مشكلة إذن المشكلة الوحيدة أن جمال سيكون الخاسر لأنه لن يجدني بجانبه كي أنقذه عندما لا يفهم الدرس كمال؟ تركيه يسعد بتعليقه السخيف حافظكم الله ها هو المجلس منعقد بكامل أعضائه وهو بكامل أعضائه ينتظر وصول الرئيس كي يترأس الجلسة وآخذ وصل لكن عليه أي لم بالموضوع المطروح أولاً لا شيء مهم أبي التوأمان كالعادة يحاولان إظهار ما عندهما من آراء صائبة تقصدين آراء مصيبة أبعد الله المصائب عنه تعالينا وأرساعدني في تهيئة التعامل أنا أعلم أن التوأمين يتشابهان في أغلب الأمور لكن هنا لا أدري لماذا يا كمال لا تشابه أخاك التوأم في مادة الرياضيات عذراً أستاذ يمكن أن يكون السؤال لماذا لا يشبهني أخي جمال في فشل في الرياضيات لا فائدة أنت دائماً تقلب الجد أزلاً كأنك لا تشعر بالمسؤولية كأخيك جمال نحن توأمان متشابهان هذا ما أعلمه عليك إذن أن تنتبه وتعتني أكثر بانتباهك أثناء الدرس ما رأيك سأفعل سأفعل أستاذ إن لم تكن جاداً ولا تفعل سوف تفشل وترسب في الامتحان مادام أخي التوأم هو جمال فأنا لن أفشل ولن أرسب صدقني أنا أنصحك بالاعتماد على نفسك لا على أخيك في الحقيقة يا أستاذ أنا أعتمد عليه وهو يعتمد عليه الاعتماد متبادل فنحن شقيقان مع ذلك عليك أن تعترف أنكمان لن تستطيع مواصلة الطريق معان فأخوك بارع في الرياضيات وسيتابع دراسته الثانوية في القسم العلمي أما أنت فلن تستطيع ذلك أنا لا أريد أن أتابع دراسة الثانوية في القسم العلمي العلوم ليست مجالي لا بس تتابع في القسم الأدبي في الحقيقة يا أستاذ أنا أفكر أن أهجر الدراسة ما تقول؟ ما الفائدة من أن أواصل الدراسة وأتعلم وأحصل على الشهادة الثانوية ثم الجامعية ثم أواجه بالواقع المؤلم لن أجد عملا وإذا وجدت فلن يكون عملا مجديا لما تبتسم وتلوح برأسك؟ هل أقول ما لا يقال؟ انظر إلى وضعك يا سيد هل يكفي مرتبك إعالة عائلة كاملة؟ حضرتك تعمل أستاذا في المدرسة هنا وتعمل سائق سيارة أجرة في المساء وتعطي دروسا خصوصية في بيوت بعض التلاميذ ومع كل هذا لا أعتقد أن حياتك تعجبك أو تعجب السيدة زوجتك أو تعجب أبنائك كفاك هذرا يا ولد واذهب لأصفك أرجوك أبي افهمني أنا لن أتابع دراستي أنا أود أن أنطلق يا كمال لن تستطيع أن تنطلق إن لم تكن لديك قاعدة علمية تستند إليها المفروض أن تكون كأخيك جمال محبا للعلم ناجحا في دراستك لماذا؟ لأننا توأمان أنا أريد أن أثبت أن تلك النظرية مخطئة وأن التأوامين ليس شرطا أن يكون متشابهين في كل شيء هي نظرية علمية يا كمال وأنا لا أريد أن أكون عالما وبذا فأنا غير مؤمن بالنظرية العلمية أبا جمال لما أنت ساكت؟ هل توافق الأستاذ كمال على آرائه لا معقولة؟ لا أوافق بالطبع بل بالعكس أخالفه وأمل أن يعود إلى عقله ويتابع دراسته سنوات دراسة هدر لجزء من عمري من مكتبة إذاعة السورية يمكن توطيفه لمشاريع أكبر وأهم من الدراسة ما تقول يا جمال لما أنت ساكت؟ حاولت معه كثيرا لكن لا فائدة كأنه ليس أخي كأنه ليس توأمي أنا أخوك وتوأمك قطعا لكن ذلك لا يعني أن أكون مشابها لك تلك نظرية مجرد نظرية أنا لا أؤيدها ولا أؤمن بها أخشى يا كمال أن تكون مهووسا باختلافك عني لمجرد نقض نظرية التوأمة لا تخشى شيئا المهم أننا أخوان نتبادل الحب والإخلاص وكل الصفات الحميدة كمال يا بني ما رأيك أن تنهي دراستك الثانوية وتحصل على الشهادة الثانوية وبعدها يمكن أن ندرس الوضع ونقرر أعذريني أمي أنت وأبي وأختي نوال فهي أكبر مني أنتم من أحترم وأحب وأطيع لكن في موضوع شخصي يخصني أرجو أن تدعو أمر القرار فيه لي ولي فقط نحن ننصحك نحن نوجهك فأنت لا تزال غضا لا خبرة لك في الحياة دعيه يا أم شمال ويا أم كمال فليقرر مستقبله كما يشاء لكن بعد نواله الشهادة الثانوية بكل سور يمكنك أن تحتفظ به حتى الغد هل هذا ممكن حقا؟ ممكن يا زميلتي اسمي نغم نغم؟ اسم جميل حقا أنا جمال جمال؟ فرصة سعيدة زميلي جمال سعدت يا زميلتي نغم هل لي أن أسألك ما قصتك؟ البارحة تطررت ألا أحضر المحاضرات أمي في المستشفى عفاها الله حادثة ولادة آه جيد هل؟ نعم جاء أنا أخ صغير مبارك أخوك الصغير ماذا سميتمه؟ لم نسميه بعد سأقترح على أمي وأبي أن يكون اسمه جمال هذا قرم منك وربما إعجاب في الحقيقة أنا أفضل اسمه جمال قبل أن نجتمع وكنت سعيدة أن اكتشفت أن اسمي جمال تماما تماما حفظ الله بجمال الصغير والكبير ونغم مرحبا نغم أهلا عالية أين كنت البارحة؟ لماذا لم أراكي؟ جاء أنا وليد البارحة مبارك مبارك عفوا هذا زميلنا جمال أهلا وسهلا وهذه زميلتنا عالية أهلا وسهلا بزميلتنا عالية حان موعد المحاضرة ألن تأتي نغم؟ طبعا هيا بنا هيا بنا هيا المهم يا كمال ألا تتبع طريق الشيطان وهل الشيطان طريق؟ أعتقد أنك فاهمت ما أعني الغنى السريع لا يأتي من طريق غير طريق الشيطان وأنت كما أرى أصبحت غنيا تنفق مالك بغير دراية أبي الرجل الذي أعمل عنده هو الرجل الغني وهو يعطيني مقابل عملي ونشاطي مالا حلالا نظيفا يعطيك مالا نظيفا وما علاقتي أنا؟ وكيف لي أن أعرف إن كان ماله نظيفا؟ ثم إن لا علاقة لي أنا أتقاض أجري الذي أستحقه كمال يا بني أبوك ينصحك ويحذر لا بأس لا بأس أنا مستعد لتقديم المبلغ الذي يحدده الوالد من أجل نفقاتكم ونفقات البيت ونفقات أخي في دراسته الجامعية أمي ما رأيك بأن آتيك بمن تساعدك في شؤون البيت؟ لا لا يا بني لا أريد أحدا أنا سعيدة بعملي ولست بحاجة لمن تساعدك أبي ما رأيك أن أساهم بمبلغ في عملك؟ لا 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 يا بني الكسب السريع الذي كسبته في فترة قصيرة وتكسبه أنا لا أحب ذه انتبه يا كمال انتبه كمال؟ ماذا تفعل هنا؟ جئت أزورك ألا ترحب بي؟ أحلا وسهلا لكن هنا ليس مكان الزيارات في الحقيقة أنا جئت لأتحدث معك بعيدا عن البيت وعن الوالدة والوالد خيرا ماذا هناك؟ جمال أنت أخي وأقرب الناس إلي أريد أن أساعدك في مشوار دراستك تساعدني؟ كيف؟ لا شك لديك مصاريف وأنت شاب تحتاج لأن تعيش عيشة محترمة أقصد أن تعيش كشاب لديه ما يكفيه ويزيد يجب أن تعيش هكذا وعلي أنا أن أساعدك الوالد يساعدني وأنا مكتف بذلك لكن قل لي كيف أصبحت وبهذه السرعة ثريا وتساعد أخاك؟ العمل الحر يا جمال قلت لك منذ البداية الدراسة والشهادات لم تعد تعني شيئا في سلم النجاح وها قد برهنت لك صواب رأيي المهم من أين يأتي الثراء وكيف يبنى النجاح؟ جمال أخي لا تبدأ بفلسفة المسألة كما فعل أبوك وأمك أنا شاب ناجح وثري وأعيش حياتي وأريدك أن تعيش أنت أيضا أنا أعيش وأنا سعيد بحياتي مرحبا جمال أهلا نغم هذا أخي كمال أخوك التوأم؟ نغم؟ اسم رائع وصاحبته رائعة شكرا جمال ما رأيك أن تأتي معي كي تشاهد سيارتي الجديدة؟ سيارتك؟ أصبح لك سيارة؟ هي جمال هي ليست بعيدة عن هنا وتأتي نغم أيضا لا شكرا أنا أنت ستأتين معنا لن أقبل بغير هذا طراز جديد من السيارات هيا جمال هي نحن مشغولان وسندخل المحاضرة بعد قليل مبارك السيارة أراك في البيت تريدني أن أذهب؟ لن أذهب قبل أن تأتي مع نغم لرؤية السيارة كمال نغم؟ أقصد أنسة نغم هيا بنا كمال؟ أنا سأذهب إلى قاعة المحاضرات لن تذهبي أنا أنا سعيد جدا بمعرفتك أنت فتاة رائعة مع السلامة كمال مع السلامة نغم هيا بنا إلى قاعة المحاضرات هيا هيا مع السلامة كمال سلمت يا نغم ما هذا؟ ما هذا الأخ يا جمال؟ إنه إنه هل عجبت به؟ شاب غريب الأطوار لكنه رائع من يصدق أنه أخوك التوأم؟ وتأتي النظريات التي تتحدث عن التشابه بين التوأمين في كل شيء وليس فقط في الشكل حتى شكله يختلف عن شكلك هو الأجمل طبعا أنت الأجمل وأنت الأكمل رغم أن اسمه كمال هل أنت سعيد؟ أمام كلماتك هذه أنا سعيد سعيد جدا دامت سعادتكما وعلت أصوات ضحكاتكما شكرا يا زميل هل أنت سعيد؟ سعيد لسعادتكما سعيد كمال الزعيم يطلبك الزعيم؟ هل لا أعلم شيئا حسنا عذرني إلى الزعيم احترامي أهلا كمال أدخل وأغلق الباب ورائك اجلس عفوا اجلس وحدثني عن نفسك عفوا ماذا أقول؟ حضرتك تعرف كل شيء عني هل أنت مرتاح في عمليك معنا؟ هل أنت مكتف بما نقدمه لك؟ أنا أنا يا سيدي المهم عندي أن أكون ناجحا في تأدية ما تطلبونه مني وأنا أطلب الرضا منكم كمال أنت شاب نشيط لماح ويهمني أن تبقى معنا لكن عفوا سيدي هل بدر مني؟ يجب أن لا يبدر منك أي تساؤل هذا هو شرط بقائك معنا أنت تنفذ ما نطلب دون أي تردد دون أي تساؤل ونجاحك منوط بالتنفيذ الدقيق والكامل لما نطلبه منك بالمقابل يمكنك أن تطلب منا ما تريد هل أعطوك سيارة؟ نعم سيدي وبالمواصفات التي طلبتها؟ نعم سيدي نفذ وكن مخلصا واطلب تجاب عفوا سيدي هل دون أي سؤال دون أي استفهام هل فهمت؟ فهمت سيدي فهمت عند أي عقبة تعترضك تتصل برقم الطوارئ الخاص به كمال أنا سعيد بوجودك معي شكرا كمال ما قصتك؟ تترك أعمالك وتأتي إلى هنا أين نغم؟ أتدري يا جمال؟ نغم فتاة رائعة اللهم اجعله خيرا ماذا تعني؟ هل تخشى أن؟ مرحبا كمال هنا كنت أسأل عنك اسمعي أعطني رقم هاتفك الجوال لماذا؟ لماذا؟ كي أسمع صوتك عندما أريد هيا هيا أعطني الرقم أنا لا أعطي رقم جوالي لمن يطلبه ما رأيك جمال؟ جمال لن يمانع هو أخي توأمي أنا سيتي اسمع علاقتك مع توأمك أخيك وليس معي أنا ذاهبة إلى الندوة هل نذهب جمال؟ أنا أذهب كمال الفتاة لم تدعك الفتاة دعت أخي فكأنها دعتني لن أتركك اليوم قبل حصولي على رقم هاتفك الجوال أرجوك نغم أعطي الرقم علا هو يتركنا إذا أعطيتني الرقم سأترككما مباشرة لكنك لن تتركني بعد ذلك عبر المحمود هيا هيا خذي هاتفي وسجلي فيه رقمك جمال هل هيا سجليه لا ويمكنك ألا تجيبيه عندما يهتف لك بل ستجيب جمال أخي وحبيبي يمكنك أن تذهب ونغم إلى محل الصفاء في ساحة الحرية وتختار أحدث ما وصل من الهواتف المحمولة فهاتفك وهاتف نغم قديمان ولا يليقان بكما يا لك من أصبحت مجنونا لا شك فقط اذكرا له اسمي ولا تدفعا شيئا هما هديتي إليك يا نغم وإليك يا جمال لو لاكي لا يمكن أن آتي إلى هكذا محل لأطلب هدية لا أحد يرفض الهدية ثم هو أخوك أخوك التوأم أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا السيد كمال أرسلنا كي نحصل على جهازي هاتف محمول السيد كمال لحظة لحظة سأعلم المعلم أهلا أهلا وسهلا بكما حضرتك أخو وحضرتك صديقته هذا ما قاله لي مرحبا بكما مرحبا بكما يمكنكم اختيار أي جهاز قال كمال إنك ستقدم لنا أحدث جهازين بكل سرهور طلبات السيد كمال أوامر ماذا تحاول أن تفعل؟ سلوكك لا يعجبني مع أننا توأمان وتقول النظرية وتتحدث عن تشابه في كل شيء وفي السلوك أيضا لا شك يا توأمي أنك نسفت النظرية نسفا قل لي ماذا تريد؟ نغم نغم يا جمال سيطرت على كل مشاعري وأنت تعلم أن نغم زميلتي وصديقتي وتقوم بيننا تباشر علاقة الحب أتذكر ماذا قلت لك يوما؟ ها نحن الآن نحب الفتاة نفسها وعلى أحدنا أن يتخلى عن حبه من أجل آخر وطبعا تعتقد أن علي أنا أن أتخلى لك لأن مستقبل الفتاة معك أنت الغني القوي مستقبلها سيكون أكثر آمانا بصراحة أنا لا يهمني مستقبلها بقدر ما تهمني مشاعري وسعادتي وأنا أرى أنت لا ترى شيئا دعي الفتاة ودعني فنحن في واد وأنت في واد آخر جمال أريدها في وادية كمال لن تكون في وديك أبدا نحن نترك الخيار لها هل تواثق؟ اشترك في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات علي القاسد عادل أبو حسون أماني الحكيم منذر فارس دينا خانكان موفق أحمد واصف الحلبي ريم عبد العزيز سمر عبد العزيز محمد فلفلي هاني شاهين جمال نصار نبيل جعفر بسام ضطف التوأم المخرج المنفذ حسن حناوي من الحياة تأليف وإخراج فاروق حيدر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة